في عالم مليء بالضوضاء والكلام المستمر قد يبدو قضاء يوم كامل بدون أن تتكلم فكرة غريبة وربما غير عملية ولكن ماذا لو أخبرتك أن هذا الصمت قد يكون واحداً من أغرب وأبسط العلاجات للقلق؟ نعم قد يبدو الأمر وكأنه تحدي غير متوقع لكن لهذا العلاج فوائد رائعة تساعد على تهدئة العقل واستعادة التوازن الداخلي الصمت ليس مجرد غياب للكلام بل هو حالة من السلام الداخلي تسمح لعقلك بالراحة من الفوضى اليومية عندما نتوقف عن الحديث نمنح أنفسنا الفرصة للتركيز على الأفكار والمشاعر التي قد تكون ضائعة وسط الزحام قد يبدو الكلام في حد ذاته غير مؤذن لكنه يولد ضغوطاً اجتماعية وشخصية تتراكم دون أن نلاحظ عندما تقرر قضاء يوم كاملاً في الصمت تتيح لعقلك التخلص من الضغط الذي يولده التواصل المستمر مع الآخرين هذا يتيح لك فرصة للعودة إلى الذات والاستماع إلى أفكارك بدون مقاطعة أو تأثير خارجي قد تشعر في البداية بأن الصمت ثقيل وغير مريح لكن مع مرور الوقت ستلاحظ تغييرات إيجابية في جسدك تحدث عملية تهدئة طبيعية للجهاز العصبي حيث يبدأ الجسم في التخلص من التوتر والإجهاد الناتج عن المحادثات المستمرة الصوت والتواصل يتطلبان جهداً عقلياً وجسدياً وعندما تتوقف عن الحديث يتوقف هذا الجهد يصبح التنفس أكثر عمقاً وهدوءاً ويبدأ القلب في النبض بوتيرة أكثر انتظاماً هذا الشعور بالاسترخاء يساعد في تخفيف القلق ويعيد توازن الجسم واحدة من الفوائد غير المتوقعة للصمت هي قدرته على تحسين التركيز عندما تتوقف عن الكلام يتوجه انتباهك إلى أشياء لم تكن تلاحظها من قبل الألوان، الأصوات وحتى نبرة مشاعرك تصبح أكثر وضوحاً من خلال البقاء في صمت يصبح عقلك قادراً على ملاحظة التفاصيل الصغيرة في حياتك اليومية التي ربما أغفلتها بسبب الضوضاء المستمرة التخلص من الكلام يعني التخلص من التشويش وهذا يمنح عقلك الفرصة للتركيز على حل المشاكل أو معالجة الأفكار بطريقة أعمق وأكثر هدوءاً الكلام هو جزء كبير من حياتنا الاجتماعية ولكن في بعض الأحيان قد يشعر الناس بالتوتر بسبب المحادثات المتكررة أو التواصل الاجتماعي المستمر قضاء يوم في الصمت يساعد في تخفيف هذا النوع من التوتر ببساطة يمنحك الصمت فرصة للهروب من الضغوط الاجتماعية التي تفرضها المحادثات والمجاملات يمكنك الاستمتاع بعزلة صحية تساعدك على إعادة شحن طاقتك دون الحاجة إلى الالتزام بالمشاركة الاجتماعية هذا يوفر نوعاً من الحرية النفسية التي تحتاجها للتخلص من القلق قضاء يوم في الصمت يشبه نوعاً من التأمل الذي يتيح لعقلك الاسترخاء والتركيز على الحاضر معظمنا يعاني من القلق بسبب التفكير المستمر في الماضي أو المستقبل لكن الصمت يجبرك على البقاء في اللحظة الحالية هذا يساعدك على تقبل الأمور كما هي بدلاً من القلق بشأن ما قد يحدث عندما تقضي يوماً كاملاً في الصمت ستلاحظ أن تفكيرك يصبح أكثر وضوحاً وتركيزاً تشعر براحة ذهنية وهدوء داخلي يمنحك القدرة على مواجهة تحديات الحياة بروح أكثر إيجابية قد يبدو قضاء يوم كامل في الصمت فكرة مخيفة أو صعبة ولكن من السهل تنظيم يوم كهذا إذا كنت مستعداً للتجربة إليك بعض النصائح لبدء يوم صامت اختر يوماً لا تكون فيه مضطراً للتواصل الاجتماعي أو العمل أخبر الأشخاص من حولك بأنك ستقوم بتجربة الصمت حتى لا يتفاجأ بعدم ردك حاول تجنب الأجهزة الإلكترونية التي قد تحفزك على الكلام أو التواصل اقضي اليوم في التأمل، القراءة أو القيام بنشاطات لا تتطلب الكلام مثل المشي في الطبيعة أو الرسم في البداية قد تواجه تحدياً في عدم القدرة على التواصل قد تشعر برغبة ملحة في الكلام أو المشاركة ولكن مع مرور الوقت ستبدأ في التعود على الصمت وستشعر بالراحة النفسية قد تكون النتائج مذهلة ستحصل على راحة ذهنية وهدوء داخلي لم تختبره من قبل قد تكتشف أن الصمت ليس مجرد وسيلة للتخلص من القلق بل هو طريقة لتعزيز تواصلك مع نفسك في نهاية اليوم ستشعر بأنك أقوى نفسياً وأكثر وعياً بتفكيرك ومشاعرك